التشكيلة السياسية الوطنية اعتبرت عودة رئيس الجمهورية إلى أرض الوطن مهمة في هذا الوقت بالذات غتاة استقبال سنة تستكمل فيها الجزائر رفع كل التحديات السياسية الاقتصادية والاجتماعية حركة والإصلاح الوطني أعربت أن ارتياحها العميق لعودة رئيس الجمهورية مؤكدة استعدادها الدائم لكل ما تمليه مقتضايات المصلحة الوطنية فيما أبدت حركة البناء الوطني ارتياحها بعودة رئيس الجمهورية من جهتها جبهة والمستقبل تمنت التوفيق والسداد للسيد الرئيس في جميع مساعيه كما جدد المصار الجديد التفافه ودعمه لجهود الرئيس الرامية لإرساء قواعد الجزائر الجديدة أما حركة مجتمع السن فرحبت بالعودة الميمونة للرئيس متمانية له السدادة في مهامه بما يخدم البلاد والعباد حزب التجديد الجزائري اعتبر أن عودة الرئيس ستعطي ديناميكية جديدة ومتنفسا قويا لمؤسسات الدولة التجمع الوطني الديمقراطي هو الآخر أكد التزامه بالعمل يدا بيد من أجل بناء جزائر مستقرة ومزدهرة فيما رحبت جبهة التحرير الوطني بعودة سيد الرئيس لمواصلة مصار البناء كما رحبت عديدها الأحزاب السياسية عبر بيانات لها وعلى وسائل التواصل الاجتماعي بعودة الرئيس بدورها فعالية من المجتمع المدني ومنظمات وطنية رحبت بعودة الرئيس على غرار المنظمة الوطنية لأبناء المجاهدين والتنسيقية الوطنية لأبناء الشهداء رحبتها بعودة الرئيس إلى أرض الوطن متمنيتين له التوفيق والسداد في استكمال مهمه النبيلة من جهة أخرى استفشر الهلال والأحمر الجزائري بعودة الرئيس لاستكمال مهمه كما أعربت منظمة قدماي الكشافة الإسلامية تفاؤلها بعودة الرئيس أما المشيخ العام للطريقة القادرية بالجزائر وعموم إفريقيا والطريقة التجانية في العالم حمدت الله على عودة وسلامة رئيس الجمهورية دعيتنا الله أن يعينه على خدمة الجزائر